سلام عليكم ازايكم حقيقة انا مكنتش اصور الفيديو ده انا عندي دور برد قوي جدا بس ماينفعش ان انا شوف الميديا الغربية كلها بتكتب عن تفاصيل كتيرة جدا بخصوص شرم الشيخ وبخصوص قمة المناخ وتفاصيل ما تمش تغطيتها في الاعلام المصري بشكل كبير والتفاصيل دي دقيقة جدا منها مثلا قضية علاقة فتاحة منها مثلا ان نيويورك تايمز الجريدة الامريكية بعتت رئيسة مكتبها شوف بس الدنيا ماشي ازاي رئيسة مكتب نيويورك تايمز في القاهرة راحت تزور شرم الشيخ واللي هي بتغطيه عاوزة تستطلق غلطة شوف ازاي الستة دي جاية عاوزة تستطلق غلطة احدد لان هي عملة تغطي الحاجات اللي بتحصل في شرم الشيخ بعيدا عن وسائل اعلام فالستة بتقولك انا شوفت ايه ويه اللي بيحصل بالزبط في شرم الشيخ وهل اللي انت بتشوفه في الاعلام هو هو على الحقيقة ولا فيه رؤية تانية لفيفيان مديرة مكتب نيويورك تايمز مش بس كده تكلم من ريشي سوناك النهاردة بعت لأخت علاقة الفتاح ولا انا هتدخل رسميا في قضية علاقة الفتاح وان الموضوع ده مش هيعدي وعاوز اقولك النهاردة سنداي تايمز البريطانية كتبت عن قضية علاقة الفتاح وتقريبا معظم الصحف عملة تكتب عن القضية دي وان علاقة الفتاح اضرب عن الطعام والشراب وان هو ممكن يموت في نهاية الكمة دي فايلي بالضبط غطته الميديا البريطانية وقالت لك اللي حيحصل خاصة مع وجود دعوات للتظاهر يوم 11 11 او الجمعة القادمة الناس دي عاوز تنزل وعاوزة تحرج الادارة المصرية بشكل كبير وعاوزة انها تدمر البلد بشكل او باخر بحيث انها توصل رسالة القضية للعالم ان مصر ما زال فيها جماعة الاخوان المسلمين او المعارضة شغالين زي ما هم فايلي بيحصل بالضبط الاعلام الغربي شايف الدنيا دي ازاي؟ وهل في اخبار جديدة بخصوص القمة دي؟ الحقيقة واخبار قوية جدا ولازم تعرفها عشان تقرأ مشهد بالضبط وتعرف بلدك بيحصل فيها ايه؟ من وجهة نظر الاعلام الغربي بس شان اقولك كلم ده كله ولازم حاكيلك القصة ملاقوي هيا قبل ما يخش في الموضوع قبل ما اكشف لك التفاصيل خلينا اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا وهو وفر اكس ايه بقى وفر اكس ده؟ وفر اكس ده بيرجع لك فلوس مع كل عملية شارع يعني لو دخلت على الابليكيشن زي بحراك شايف كده هتلاقي فيه اونلاين ستورس كتير اوي زي مثلا امازون زي الجوميا زي دفاكتو كل اللي عليك هتدوس تصوق الآن وبالمناسبة لو جيت بسيط هتلاقي فيه 2.5 دولر اول ما تخش الابليكيشن دول بونس طرحيبي يعني بيرحموا بيخطن لك كده فلوس في الحساب الحقيقة ان انت هتخش تشتري الايتم اللي انت عاوزه او المنتج اللي انت عاوزه وهتلاقي فلوس رجعتلك في حسابك مع كل عملية شارع الحقيقة لو عاوز تعرف الفلوس دي بتتسحب ازاي كل اللي عليك هتخش على اعدادات الحساب هتشوف ان فيه طرق معينة وسابتة لسحب فلوسك من المحفظة الموجودة والفلوس دي بتنزلك في موعيد محددة زي 15 فبراير 15 مايو 15 اغسطس وهتقدر تسترجع فلوسك دي عن طريق بودافون كاش اتصالات كاش حاجة مطمونة تماما كل اللي عليك هتدوس كاشباك وتبتدي عملية السحب الجديد بقى في الموضوع انهم مش بيلازل فلوس فقط على شراء الانلاين لا ده ممكن تسترد فلوس لو انت حتى بتزور الستور نفسه وبتشتري من الستور نفسه والخدمات دي هتلاقيها في برندات عالمية او ستورز عالمية زي مثلا تريد لاين زي بيتاك زي سبينز حتى لو انت بتشتري من الستور نفسه هتلاقي فيه فلوس برضو نزدتلك على حسابك كل الكلام ده قويس بس هي الجديد الجديد بقى من وفر اكس ان احدى دخلنا شهر نوفمبر وشهر نوفمبر ده شهر الخصومات فلو دخلت على موقع وفر اكس دلوقتي هتلاقي فيه خصومات على بعض المتاجر الالكترونية ممكن تصل لـ 75% ده على فكرة ده من اول يوم في شهر نوفمبر مش بس كده يوم 11-11 فيه مفاجأة كبيرة جدا لأي حد من السعودية والامارات عاوز يشتري اي حاجة على موقع امازود من خلال وفر اكس هياخد اكسرا كاشباك يعني 11% فاكم كبير جدا والوفر ده موجود فقط في السعودية والامارات يوم 11-11 اما وخصوص موقع بوكينج دوت كام برضو هتلاقي خاصم ممكن يصل لـ 8% كاشباك بدل من 3% بص خصمات كتيرة قوي يوم 11-11 وشهر نوفمبر كبان هتلاقي موضوع مهم جدا هسيب لك الرابط اسفل الفيديو لو حابب تبص على وفر اكس وتشوف ايه لعروض اللي هم عاملينها لانها عروض ضخمة جدا خش في الموضوع لطول خش في الموضوع لطول ايه اللي بيحصل في الظبط هي اللي بيحصل في شرم الشيخ هو حدث عالمي وصعب جدا ان هو يتقرر تاني في مصر شفت دي صعب جدا ان مصر تستطيع في كمة المناخ مرة تاني والكمة دي اكتر حاجة عظيمة فيها هو توقيتها شوف اللي عظم في الكمة توقيتها في ظل حرب روسيا و اوكرانيا مفيش اصلا كمة سياسية ومفيش كمة بيجتمع فيها قادة العالم الاتحاد الاوروبي بيجتمع لوحده العرب بيجتمع لوحدهم انما العالم كله يجتمع في مدينة واحدة وينقش قضايا وانا بأكد لك انها مش قضايا تخص المناخ فقط قضايا سياسية وامور كبيرة جدا وممناسبة بينقشوا حرب روسيا و اوكرانيا كمان بينقشوا التفاوض بين امريكا والصين لأ اخبار كتيرة قوي داخل كمة المناخ ودي كمة عظيمة جدا حتدي منين الاخبار دي هي حتدي من مقالة كتبتها فيفيان رئيسة مكتب نيويورك تايمس بتقولك انا جيت مخصوص عشان اراقي بقى اللي بيحصل فيفيان تبتدي معاك المقالة بتقولك انا نزلت شفت ان شرم الشيخ دي اتقلب حالها يعني ما بقيتش شرم الشيخ اللي احنا عابفنا لأ دي مدينة اعيد بناءها من قوله جديد اتنظفت جدا اتزبقت جدا عازو اقولك ان هما منازلين عربياتنا اضافها بشكل مختلف عازو اقولك انتشار محطات شحن السيارات بالكهرباء منعين اكياس البلاستيك بشكل كبير جدا فيفيان ركزت على حاجة مهمة قوي تقولك الفنادق اسعارها عشر اضعاف حسنا وين نسبة اشغال الفنادق ودي هي ما قلتهاش انا جيبها من موقع تاني نسبة اشغال الفنادق في مصر تقرب المية في المية لان انت بتتكلم على استقبال 40 ألف شخص من يوم 6 ل 18 بس 40 ألف منهم زعماء ورؤساء وكام ده كنت تكلم على استقبال 130 طائرة رئاسية لحد الوقتي وبالمناسبة 130 طائرة رئاسية مش معنى كده ان انت جايلك 130 رئيس او مالك لا فيه نائب رئيس فيه رئيس وزراء فيه مناصب ممكن انها تيجي بطائرة رئاسية بس انت بتتكلم ان شرم الشيخ دلوقتي فيه حتى صاصيم جدا بتتكلم ان الصورة دي اللي باينة لحضرتك مجال شرم الشيخ عامل ازاي مستحن للقاية على فكرة شرم الشيخ حاليا هي الاكثر ازدحاما في مجالها الجوي في العالم من نسبة الهجوط والاقلاع هي الاعلى والاكثر كسافة في العالم يعني انا مش بسدق مطار اكتر كمان من اي مطار في العالم حاليا هي شرم الشيخ وعلى فكرة فيه طائرات ما بتنزلش في شرم الشيخ بتروح مدن قريبة تنزل فيها او مطارات قريبة ويروحوا بري لشارم الشيخ من كتر ما هم الموضوع فيه اشغال كبير جدا تاني حاجة منظر مطار شارم الشيخ مزدحم للغاية هل مثلا مصر مقصرة في حتة الاستحام ده ابدا خالص اعزو لك ان هم يعني شغالين بيديهم مسنانهم والناس في مصر هلقديم مستوى حدث تاريخ انت بتتكلم ان هيبقى عندك جو بايدن جاي شخصية بتتكلم جون كاري جاي صحيح ملك شارلز مش جاي رسميا الرجل مش جاي بتتكلم ان ريش سونك جاي بنفسه بتتكلم ان اورسلا باندرلين الست رئيس المفوضية الاوروبية جاي هلس امتى والحال مش هجالة بتاعت روسيا اوكرانيا هيا جاي لك هن جورجا ميلوني جاي عندك بتتكلم مصرشال الماني اولف شارلز امانوال مكران بارح نزل فيديو وقال يا جماعة ابعتولي اي استفسارات بخصوص كمة المناخ او حول كمة المناخ شوف الترويج شوف الترويج يا جماعة ده حدث سياحي وسياسي عالمي الناس دي كلها بتسوق لك لان اسم مصر بيعرض في وسائل اعلام حاليا انها مدينة للسلام في عز الحروب والازمات الاقتصادية الحالية كل الناس عم تتكلم اصلا الكمة فشارل مش هيك لا اصلا احنا بعتين المندوق بتاعنا فشارل مش هيك الناس كلها عمالها تثني على الاداء المصري في كمة المناخ انا واقف عند حاجة مهمة جدا النهاردة تم انتخاب سامح شكري او استاذ سامح شكري ان هو يبقى رئيس الكمة دي بالتسكية حلو استاذ سامح شكري دخل وزارة الخارجية 1984 على حصل جريت الجوردين وكان سفير مصر لدى واشنطن في 2008 حد 2012 وبعد كده جاي ميسك وزير خارجية مش هنا مشكلة سامح شكري عرض التوسط بين امريكا والصين علي بالك رئيس الصيني مش جاي ولا بوتين جاي الاتنين اكدوا ان هم مش جايين بس سامح شكري عرض التوسط بين الجانب الصيني والجانب الامريكي ان هم يحوضوا يتفاوضوا مع بعضا وهنا لازم تعرف ان في استجابة حبتي ايه كمان الحد السياسي التاني لازم تقف عنده انت بتتكلم ان قادة الدول العربية كلهم جايين ولا يلعادي سعودي الامير محمد بن سلمان بتتكلم الشيك معمد بن زايد بتتكلم ان ابي احمد وصل يعني ابي احمد جاي مصر مش فاهم ازاي معدوش دن يعني جاي مصر يعني شفاهم مع علينا الراجل يعني وصل مصر ونزل وتم استقباله قادة قبار جدا ما هو السؤال اللي اطرح نفسه احنا نستفيد ايه من الكلام ده كله وهل فيه تمن للكمه دي طيب خديني بقى اقولك حاجة حاجة اولا تمن الكمه دي تمن غالي جدا جدا ليه الكمه دي يا باشا اللي منديها لك امريكا لازلت تبقى عارف كده كويس ايه الامريكان هم اللي الدهال مش اي حد تاني الكمه دي تابعها لبيت لابيض تابع جو بادن طبعا جو بادن لو ميشي ودي حاجة تبقى وحشة شوية ان جو بادن اول ما يمشي ممكن مش هيتم الاهتمام اوي بكمة المناخ والقادة اللي موجودين دول كلهم جايين على حس القادة الغربيين اللي موجودين عندك في مصر يعني مفيش اي مشكلة ان قائد يعقد اجتماع مع قائد تاني غربي زي مثلا حد عاوز يتكلم جو بادن حيلاقيه موجود فرصة رانفوزا النهار ده بتاع جنوب ابريكا جاي كل قادة ابريكا جايين كل قادة العالم تقريبا حيكونوا موجودين فاي مشكلة ان هم يعقدوا اجتماعات ثونيائية في شرم الشيك ثقل الكمة دي في وجود الرئيس الامريكي حلو مفيش مشكلة رئيس الامريكي جاي يص والامريكان هم اتدولك الكمة تمنها ايه بقى علاقتك مع الروس يجب ان توازن علاقتك مع الروس ليه بقى يا باشا هلي بقى لك هيا بتفع على حاجة مهمة جدا الكمة دي لما انت اخدتها انت وجودش عامل في حسابك اي حاجة من اللي بتحصل دي ولا مشاكل اتصادية ولا مشاكل سياسية ولا حرب في روسيا و اوكرانيا لان تم اعطاء مصر شرف الكمة دي قبل حرب روسيا و اوكرانيا فانت الكمة دي فجأة كده بقت بالنسبة لك ملف كبير جدا وملف معقد جدا فعلى حسب دويتش فيلا دلوقتي مصر يجب انها توازن في علاقتها مع روسيا لان فيه اندفاع مصري روسي جامد والروس مقدرين المصريين جامد كده وهم بيبنو لك محطة طاقة نهوية وعلى فكرة الشجل ماشي في حطة الضبع النهوية مشاكل كويس جدا فالامريكان عاوزينك معاه وبعد الكمة دي لازم تدفع التمن ان انت تتقرب من الامريكان اكتر وان انت تحاول تبعد عن روسيا حبتين تجدنلغة الكمة عندك خلي بالك ده حدث ترويدي كبير جدا شرم الشيخ العالم كله جايلك العالم كله بيبص لشرم الشيخ تي حاجة عظيمة هتلاقي فرصة دي فين انت لو حتى عاوز تعمل حملات اعلامية عشان تروج للسياحة في شرم الشيخ مش هتعرف بالحجم الكبير قوي ده فالامريكان عاوزين دفع التمن ان انت تبعد عن روسيا او على قل ان انت ما تبقاش مع روسيا قوي بالشكل الظاهر ده يعني بس لان نظام مير اللي انت كنت عاوز تطبقه وقف كنت عاوز انت تطبق نظام مير اللي هو نظام الدفع الالكتروني الروسي عشان تجذب السياح الروس وقفت انت النظام ده على حسب الموند انت مشكلتك مع روسيا في القمح مش هينفع ان انت تبعد عن روسيا عشان القمح حسنا وعشان محطة تضبع بس يجب ان توازن في العلاقات معهم ده حاجة تاني حاجة احنا لاستفيد ايه بقى من الكمة دي بص الكمة دي فيه انظمة كتيرة جدا في العالم بعد صورة 30 يونيو ما كانتش معترفة قوي بالنظام مصري او حتى لو كانت معترفة كان اعتراف سوري انما في القلب حاجة تانية وكانوا بيقولك بقى اللي حصل في 30 يونيو دان كولاب كلام ده كله وبتتكلم ان جو بايدن رئيس الامريكي نفسه ده كان نائب الرئيس باراك وباما اللي هو كان شايف او بيتعامل على ان اللي حصل في 30 يونيو دان كولاب فكل الرئيس الامريكي نفسه يجيلك يكون موجودة عندك هنا هو اعتراف وقوة كبيرة جدا من نظام مصري نظام مصري هيكتسب قوة غير طبيعية هيعزز علاقاته بكل الدول دي وحيفتح معهم نقاشات لان هم عندهم هم مش هيتطر ان هو يسافر هم اللي موجودين عندك وحيبقى منظرك قوي جدا لان دي كمة بتعطيك قوة غير طبيعية تانية حاجة انا بتتكلم ان نسب الاشجال في الفنادق دي حتدخلك عملة صعبة لان انت بتتكلم ان نهاردة الدولار نزل خمس روش خمس روش بس النهاردة بتتكلم ان اول تراجع بالنسبة للدولار لقصاد الجنيه من اول حرب روسيا واوكرانيا اول مرة تراجع الدولار ويإيه وانت بتتكلم ان حركة المواني ابتاد تشتغل تاني بتتكلم ان نهاردة تم استقبال الاف الاطنان في المواني المصرية خاصة المواني البحر الأحمر معنا كده ان الدنيا بتدتتتوفرج شوي يعني انت عرف تتدبر حب الدولارات للمواد الاساسية وابتايت تفرج عن البضايع اللي في المواني برغم كده الدولار ابتدى ينزل خاص؟ فدي حاجة كويس تتكلم ان صادراتك في المواد البناء ارتفعت تقريبا مليار دولار مواد البناء لها بقى الحديد واسماته وكام ده كله مليار دولار ودي حاجة محدث شواخ بباله منها كلنا مهتمين بكمة المناخ بس عندك اخبار اقتصادية هيلة مع وجود الكمة فدي حاجة تفرحك وتخليك فخور يا اخي وتخليك مبسوط من اللي بيحصل صح؟ الا ان في بعض الاخبار الغير جيدة ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني بعت لأخت علاقة الفتاح وقال لها انا هتدخل في موضوع الافراج عن علاقة الفتاح انا جيت قلت لحضرتك علاقة الفتاح ده مسجون امتنع عن الطعام قبل الكمة وفي الكمة امتنع عن الطعام والشراب وانه هو لو فضل ممتنع عن الطعام والشراب حيموت مع انتهاء الكمة دي وانا معرفش ازاي النظام مصري حيمنع حاجة زي كده حيمنع ان هو ما يخليش على الفتاح يموت بس في الاخر هو الراجل عمال يضغط عليك بشكل جيد جدا من داخل السجون المصرية عاوز يطلع حصة انه هو اخد جنسية بريطانية فالراجل عمال يضغط عليك رئيس الوزراء بريطاني قالك انا هخش واتدخل على حسب الجاردين هخش واتدخل في الاضاية دي وحفتح الموضوع في كمة المناخ يقوم مع رئيس المصري يقول له ايه اخبار على الفتاح تخيل انت الراجل جاي عشان كمة المناخ يتكلمك في علاقة الفتاح ايش انا مش مش وقف عند الحيطة دي وعلى فكرة الحلقة اللي فاتت اتشتمت جامد جدا عشان موضوع على الفتاح بس سيبك من وجهة نظري انا انا بسأل سؤال في موضوع القضية دي بالزاد لو علاقة الفتاح خرج ايه اللي حيحصل في السجون المصرية يعني انت فكر في اللي بيحصل بالزبط علاقة الفتاح عمل اضراب طعام وشرب وجاب لك رئيس الوزراء البريطانية حد عندك لو خرج او انت خرجتو دلوقتي ايه اللي حيحصله؟ هيبقى ده السلوك المتبع مع كل السجناء البقية مش بعيد تلاقي السجن كله ممتنع عن الطعام وشرب حاجة لازم توازنها على فكرة الموضوع اللي بيحصل ده هو تنافس ومعارقة شرسة جدا بين الدولة المصرية والانظمة الخارجية لان خلي بقى لك النهاردة وزارك الخارجية الالمانية طلعت ادانة حول الانسان في مصر مع قدوم اولف تشولز لشرم الشيك دي حاجة برضو لازم توقف عندك فانا بس وقف قدام القضية دي وبس اقل السؤال هلقى فتح لو طلع وانت ارضيت ريشي سونال ايه اللي حيحصل في السجون المصرية؟ بلاش؟ لو طلع حيعمل ايه؟ الراجل ده لما يروح بريطانيا حيعمل ايه؟ فدي حاجة وارده فكر فيها لان ده بيبقى باترن او حاجة ممكن تتكرر بعد كده خاص؟ فركز في السؤال ده انا مش ضد صروج عليها فتح ولا معاه وولا ليه دعو بالقضية دي كلها ومش هتدخل في الموضوع ده بس انا بفكر معاك ده حاجة حاجة التانية انت بتتكلم ان قنوات الاخوان وقنوات المعارضة شبس افرق فيه قنوات اخوان وفيه قنوات معارضة اللي اتنين شغالين على مدار الساعة ان هما يحاولوا يشحنوا انصار جامعة الاخوان المسلمين وعاوزين ان هما يستغلوا كمة المناخ والتغطية الاعلامية اللي موجودة في كمة المناخ ان هما يطلعوا الناس دي شغالة على مدارك قلت تقولك ايه انزل وحرر بلدك انا هتفهم الدعوات ان هو يقولك انزل حرر بلدك بس السؤال الفخر اللي انت في ده كله هيتضمر هل حضرتك عاوز ان انت تضمر حاجة زي كده هتيجي تقولي والله انا اهم حاجة عندي اكل وشوربي انا مش فارق معايا اللي بيحصل ده كله حلو بس خلي بابل لما هتنزل انت اشتاتك ليه هل انا بقول كده ابدا الصحف العالمية دلوقتي بتكلم ان معركة مصر هي مش معركة تمويل هي معركة اكل وغذاء ده احنا مية واربعة مليون مية واربعة مليون لو انت انزلت هديت النظام دلوقتي مش هنلاقي ناكل الحكومة يا جماعة بتعرف تدبر الامح بتعرف تدبر المنتجات الزراعية تخزن لك الحاجات دي كلها ماشي لما انت تنزل وتهد النظام ده كله وتفكك النظام وتفكك الدولة المصرية هتعمل ايه هتجيبها الارض ومش هتلاقي تاكل ومفيش حد عينجدك بس فيش حد هينجدك واللي انت عملت اسمع لهم بر ايا كان هو مين بس ايه تقولش ان انا باخد الموضوع شخصي او انا بنكز على حد معين ايا كان هو مين انت حتضحي عشان هو مش عشان قضيتك يعني ايا كان انت قضيتك ايه اكل وشرب مرتبك مش عجبك الجنيه مش عجبك الكلام ده كله اوضاعك الاقتصادية مش قد كده حلم اللي قعب بره ده هيفضل قعب بره ومش هيرجع لك اصلا وانت بتخدم رؤيته الاقتصادية والسياسية واجندته لو كان عنده اجندة ايا كان هو مين لان في الاخر الراجل ده على عقب فتاح محترم اقتل منه شوفت ديه لان الراجل اللي قعب بره ده قعب بره بيقولك انزل وتحرك طب وانت فين انا قعب بره طب انا هستفيد ايه انا هاخربها يعني انا اللي هدفع التمن وهو عمال يقولك انزل وتحرك وهدها والكلام ده كله في الاخر انت اللي هتدفع التمن مش هو هو عمال ياخد فينسه وفي الاخر بيخدم اجندته وبيخدم الجهاز اللي هو شغال ليه ويقوله بص انا عملت ايه في مصر ده انا راجل برنس واستحق تطبيل اكتر من كده وانت اللي سمعت سياسته وهدد بلدك عشان فقط انت مش عجبك الاوضاع اللي فيها فقا يا جماعة تعقل احبتين صورة لا ليه هكات ولا خطة ولا دراسات ولا اي حاجة معروضة علينا يا جماعة ده شغل اخوان او شغل الخرفان انه هو يجي يقوله كنزل وخلاص داخل ده ابو النجا بيقوله كنزل بعد ما عمل تقف شعر خاص فهي ده ابو النجا ممثل عمل تقف شعر عمله واكد طلع يعملك مظاهرة قدام السفارة بتاعتك هناك اركز مين اللي هيتفع التمن انت واحنا والغلابة الغلابة هيتفع التمن عشان انت فقط نزلت وهديت البلد في الاخر يا رب كنش راح تحركي موضع بشكل مبسط ويا رب نصر مصر ويا رب نصر العرب متحيا مصر سلام موسيقى اشتركوا في القناة ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين